شرف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز السعود والرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية في العاصمة الصينية بكين شرفا حفل اختتام معرض طرق التجارة في الجزيرة العربية روائع اثار المملكة العربية السعودية عبر العصور وذلك في متحف الصين الوطني وقد تجول الملك والرئيس الصيني في ارجاء المعرض الذي يحوي قطعا اثرية قديمة ونادرة تمثل تاريخا عريقا لشبه الجزيرة العربية تعرف بالبعد الحضاري للجزيرة العربية والارث الثقافي للمملكة وتغطي قطع المعرض الفترة التي تمتد من العصر الحجري القديم اي مليون سنة قبل الميلاد منذ عصور ما قبل التاريخ وحتى نشأت الدولة السعودية الى عهد الملك عبد العزيز رحمه الله مؤسس الدولة السعودية الحديثة وبعد ان اخذ الملك والرئيس الصيني مكانهما في المنصة الرئيسة القرئيس الصيني كلمة عبر فيها عن سعادته بزيارة الملك للصين منوها بالعلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين كما اشار الى دور مثل هذه المعارض التاريخية في ابراز الحضارات والارث الثقافي للشعوب مبديا سروره واعجابه بما شهده من اثار ومقتنيات عريقة ونادرة في المعرض تعرف بتاريخ الجزيرة العربية وبتاريخ المملكة